ونحن نقترب إلى عيد الميلاد يعني في هذا الشهر أو في يناير أنا بدعوك اليوم أنك تفكر هذا الشخص اللي جاء وفعله انقسم التاريخ إلى قسمين وهذا الشخص الأهم من أنه قسم التاريخ هو المخلص هو المخلص اللي بيدعو كل إنسان إلى الخلاص فأنا بدعوك اليوم اسمه مسيح مخلص فإذن اليوم بيخلص من الخطية من الأعداء من المرض من الغضب بيخلص من الضياع من الهلاك بيخلص حتى يعطي حياة أبدية وبيخلص حتى يكتب اسمك في سفر الحياة هذا الذي ولد في بيت لحم متواضعا يوم ما سيرجع مكتوب عنه عيناه كلهي بأنار وسوف نواجه يسوع المسيح أنا بدعوك أنك تقبل يسوع المسيح وتسلم حياتك له اليوم حتى تحصل على غفران الخطايا وفعلا على الحياة الأبدية عندما تتوب عن خطيئك وتصلي تقول يا رب ارحمني أنا بتوب عن كل خطيئة طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم وبشكرك لأنك جئ من أجل خلاصة بكلمات بسيطة فيك ترفع صوتك للرب هو حي بيتواصل بيستجيب لأنه حي حتى يوم من هذا المسيح هو الوحيد الحي إلى أبد الآبدين اطلب منه سوف يأتي إلى حياتك الرب يباركك وإلى اللقاء